ليس النفوذ الإيراني في العراق الذي بدأ عام 2003 مجالاً للتخمين قدر تعلقه بوقائع قائمة على الأرض يفاخر بها الإيرانيون وأتباعهم ولا يخشون من إعلانها ففي تصريح ليس ببعيد لنائب قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي قال إن الجيشين العراقي والسوري يشكلان عمقاً استراتيجياً لإيران ما يكشف مدى توغل طهران في المؤسسات وخاصة العسكرية منها من خلال الميليشيات التابعة لها وتحويلها إلى أدوات لتنفيذ مخططاتها التوسعية في المنطقة هذا النفوذ الإيراني أزعج الأمريكيين الساعين للحفاظ على مصالحهم فهم لا ينفكون يعلنون عن بناء استراتيجيات جديدة لمواجهة إيران والحد من نفوذها في الشرق الأوسط آخر ردود الأفعال الأمريكية على تنامي النفوذ الإيراني أطلقه ممثل واشنطن الخاص بشأن ملف إيران براين هوك حيث قال إن تركيز الإدارة الأمريكية منصب على النيل من قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني الذي يدير عشرة ألاف مقاتل في العراق لاستهداف مصالح الولايات المتحدة هنا براين قال كذلك إن إيران أنفقت مئات الملايين من الدولارات لتوسيع دائرة الصراع في المنطقة وأن واشنطن لا يمكن أن تسمح لإيران بلبنة العراق وسوريا واليمن في إشارة إلى النموذج اللبناني القائم حاليا على هيمنة واسعة لميليشيا حزب الله الموالي لنظام الحكم في طهران بقوة السلاح المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة نيكي هيلي وفي آخر تصريحاتها قالت كذلك إن طهران تسعى لزعزعة استقرار دول منطقة وتستغل الشعارات الدينية لهذا الهدف كما أنها أنشأت منطقة خاصة لها في العراق لتمويل وتدريب وكلاء وميليشيات تابعة لها وهي تحرص على إضعاف العراق حتى تتمكن من مواصلة أنشطتها فيه